صباح الخير يا مصطفى صباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان طبعا في بداية حلقتنا بنتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء وضحايا أمس والعزاء لمصر كلها ربنا طبعا يعني يصبر قلوب أهل هؤلاء الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ربنا يرحم أبطالنا لارتقوا شهداء مبارح أثناء إحباط هجوم إرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء أبطالنا للتصد للهجوم ببثالة واشتبكوا مع العناصر الإرهابية اللي تم بالفعل مطردتهم ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء وأثناء صد الهجوم الإرهابي استشهد ضابط وعشرة جنود ربنا طبعا يعني يرحمهم ويصبر أهليهم ويربط على قلبهم في هذا الحادث الأليم صحيح ويمكن رغم مصابنا الكبير لكن شهداءنا الأبرار يعني أملنا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون تحية كبيرة لقواتنا المسلحة وتحية لأبنها المخلصين اللي وقفين على خطوط الدفاع الأولى للحفاظ على الأمن القوم المصري وللسه الحد دلوقتي بيوجهه قوة الشر والإرهاب رغم حالة الاستقرار اللي الدولة وستطليها إلا أن الحرب ما زالت شغالة وما زال الرجال الجدعان بيدفعوا التمن غالي على أرض سيناء صحيح بيدفعوا دمهم تمن علشان مصر تكون عايشة في استقرار وأمان وأمن لكن حق الجدعان ده عمره ما بيزيع بيتاخد وبيتجاب في نفس اللحظة وفي نفس التو من كل أعداء الوطن والمرة دي حقيقة أنه الهجوم ما كانش على كمين أو كاتب عسكرية الهجوم المرة دي على محطة لرفع المياه بيستهدف التنمية اللي بتحصل في سيناء وبيستهدف المنشآت اللي بتخدم الأهالي في شمال سيناء الهجوم ده كان محاولة يقسها لتعطيل جهود التنمية والتعمير هناك لكن تصدى لها أبطالنا من الجيش المصري لا حقيقي جدا والمراضي الإرهاب فعلا زي ما قالت هدير كان بيستهدف التنمية بعد ما أصبح في استقرار كبير في كل مدن ومناطق سيناء وبعد ما شفنا عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل وبقى في مزارع وبقى في طرق ومشروعات تنمية وتجمعات سكنية وأراضي زراعية وخير في كل شبر في أرض سيناء لكن الحقيقة أنه عمر الإرهاب ده معارف يوقفنا قبل كده علشان يوقفنا دلوقتي الدولة مكملة في طريق تعمير سيناء بالتوازن مع معركة اقتلاع الإرهاب من جذوره والقضاء على كل هذه العناصر التكفرية والإرهابية رحم الله شهدأنا وتحية لجيش مصر العظيم